بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 2 بارد 4 بريليميناري ديزاين فاليوز الشابتر داوة بنتكلم فيه ازاي تتحكم في قيمة الرو الرو اللي هي نسبة التسليح المقصود بيها الاريا ستيل على البي في الدي اللي هي الديمينشنز بتاعة القطاع فبنقول ان الرو المفروض تبقى اقل من او يساوي 5 على 3 الرو بالانسد الرو بالانسد هي نسبة التسليح المطلوبة علشان يحصل في الخرصانة وحديد التسليح بمعنى ان الاسترس في الخرصانة يوصل fc' والft بتاعة الخرصانة توصل الفر اللي هي المودلس اوف رابتشل في نفس الوقت ان الدي تكعيب تبقى اكبر من او يساوي اتنين ونص المومنت الالتمت الموجود على القطاع مقسومة على f y في رو بالانسد او المعادلة ديت معناها ان الدي اكبر من او يساوي اتنين ونص m u على f y رو بالانسد الكلام ده اللي هو الجزء التكعيب طيب منتكلم برضو على موضوع الديمينشنز الديمينشنز بتاعة القطاع اللي هي المقصود بيها الدي احنا عايزين نحسب الدي بشرط ان الكالكوليشنز بتاعة الديفليكشنز ما نعملهاش وطبعا ده معناه ان الدي دي ايات تبقى سيف بحيث ما يحصلش excessive deflections under load ادي قيمة الديفليكشن فاحنا عايزين الديفليكشن دوت يبقى في حدود المسموح بي وإلا لو زاد بتحصل مشاكل عندي ممكن يحصل cracking موجود في الممبر اللي عنده طيب عندنا مجموعة من الحالات لو انا عندي simply supported beam وده اللي سبان اللي هو L او عندي بيم مستمرة من جهة واحدة او بيم مستمرة من الجهتين او عندي cantilever beam فبنقول في حالة البيمز يبقى الدي بتساوي L على 16 في حالة الone end continuous L على 18.5 او في الboth ends continuous L على 21 في حالة cantilever L على 8 طيب في حالة الone way slab القيم ديت في حالة البيمز هنا في حالة الone way slab يبقى L على 20 او L على 24 او L على 28 لو انا عندي النهايتين مستمرين او في حالة cantilever يبقى L على 10 احنا بنقول ان القيم ديت بتخلي القطاع عندك safe بالنسبة للdeflection